الهيئة وجهات أخرى مصرية أيضا الجهية مهتمة بشكل رئيسي بالإعلام الخارجي ككل سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الإلكتروني وكما ذكرتم منذ قليل بالغاية تعديدة وفي مناطق عديدة في العالم ونمتابعه وأيضا نحن الذين نعتمد المراصلين والمكاتب الصحافة والإعلام الأجنبي داخل مصر كلها تحت إشراف الهيئة لتسهيل عمل زملائنا وبالتالي وسائل الإتصال الاجتماعي نعم نتابعها لكن هناك أيضا في جهات مصرية أخرى ربما نتابعها بشكل أدق مننا لديها الوسائل الفنية لهذا لكن نحن نمد الإعلام التقليدي وأنا أريد أن ننبه إلى نقطة أنه وسائل الإتصال كما يسمى الاجتماعي هي لا تستخدم في خارج وطننا العربي لخلق أخبار هي تنقل أخبار هي وسيلة نقل للصحافة التقليدية فنجد المحطات الكبرى والصحفة الكبرى في العالم لها وسائل التواصل الاجتماعي لنقل أخبار هي أسرعة للأسف الشديد في بلدان حلت وسائل التواصل محل الإعلام وبالتالي التعامل مع وسائل التواصل باعتبارها إعلاما على قدر التعدد والتنوع الرهيب فيها هو أمر حقيقة في رأي مضيعة للوقت كذب الوقت الحقيقي وهذا وزء من عملها أننا نتعامل مع الإعلام الكبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة